شاهد جمال والدة الفنان جاد أبو علي بطل مسلسل عروس بيروت وتعرفه على حقائق ومعلومات أخرى لا تعرفونها عنه قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد جاد أبو علي ممثل شاب عرف الشهرة عن عمر صغير وستطاع أن يبرج موهبته بشكل كبير بالتمثيل على الساحة الفنية اسمه بالكامل جاد محمد أبو علي ولدى الفنان بتاريخ 1 يناير عام 1994 عمر الفنان في 2026 سنة ولدى جاد أبو علي في بيروت في لبنان جنسية الفنان لبناني سنوات نشاط الفنان من 2013 حتى الآن طول الفنان جاد أبو علي متر وتسعين سنتيمتر حقق جاد أبو علي نجاحاً كبيراً في مسلسل عروس بيروت بدور الإبن المدلل جاد الظاهر بالإضافة إلى مواهبه الأخرى في كتابة الأغنيات وتدريب المواهب التمثيلية الصغيرة وإضافة إلى رصيده الكبير في الإختراعات بدأ جاد أبو علي في سن الرابعة عشر عاماً أسس شركته الخاصة وحاز على برائد 16 اختراع درس جاد أبو علي الهندسة الممارية لسنة واحدة لكنه توجه لدراسة التمثيل والإخراج وحصل على ماجستير إعداد وتدريب ممثلين كما يملك ثلاثة شهادات برائد اختراع انطلاقته الحقيقية كانت عام 2015 خلال مسلسلة شيلو وشارك بعدها بعدة أعمال سينمائية وتلفزيونية أما شهرته فجاءت بعد مشاركته في مسلسل عروس بيروت بشخصية جاد الظاهر وشخصية سامر بمسلسل سر سرح جاد أبو علي بأنه منذ أن كان صغيرا بدأ يقوم باختراعات ومع الأمر تطور وتطورت اختراعاته التي تخص الأمان والسيارات والتدخين ووصل عدد اختراعاته لحوالي 17 اختران وأصبح الأمر عنده طريقة تفكير كما يحب أن يجد حلولا لكل مشكلة تواجه أي شخص كما أيضا أسس شركة اختص بهذه الأمور كما سرح جاد أبو علي بأنه دفع مرام علي إلى الغناء بعد أن سمعها تغني وأعجبه صوتها وخامتها وقد كتب لها أغنية وأحبتها كثيرا وأثرت فيها وعندها قالت له الفنانة السورية مرام علي ستجعلني أغني لأول مرة وأعتبر هذه الأغنية من أجمل ما كتبت موسيقى موسيقى كان جاد أبو علي يكتبه منذ أن كان صغيرا باللغة العربية الفصحة وكان الجميع يستغربوا من ذلك وبعدها قرر أن يطول شريحة أكبر من الناس عبر أغنيات موسيقى دور جاد أبو علي في مستسل عروس بيروت كان نقلة نوعية في حياته الفنية وقال جاد عن هذا يمكننا أن نقول ذلك لأن المستسل العربي إضافة إلى ذلك أن الدور أساسي موسيقى وأيضا الظروف الإنتاجية تساعد والغربة تجعل الإنسان يركز أكثر على عمله وذلك لأن المستسل صورة في أوروبا موسيقى وعن سؤاله عن كيف كان التواصل مع المخرج التركي لمستسل عروس بيروت قال كان هناك دوما مترجمون يرافقونه خصوصا أنه لا يتكلم اللغة الإنجليزية موسيقى لكنني على الصعيد الشخصي قبل أن أسافر إلى تركيا بدأت أتعلم اللغة التركية وصرت أتكلمها وأقرأها الآن موسيقى وعند سؤاله هل شاهدت المستسل بنسخته التركية أو على الأقل رقبت الشخصية التي ستلعبها قبل بدء التصوير موسيقى قال جاد كلا لم أفعل ذلك فضلت أن لا أشاهد المستسل بالنسخة التركية لكي لا أتأثر بأداء الممثل التركي لكنني اطلعت على بعض التفاصيل لكي أضيف على طريقتي للدور موسيقى وعند سؤالي هل الوقوف أمام ممثلة مخضرمة مثل ممثلة قلاشمعون يحملك مسؤولية كبيرة أخبرنا عن التواصل بينكما والمشاهد التي جمعتكما موسيقى قال جاد أنا أعرف السيدة قلاشمعون منذ خمس سنوات تقريبا وأنا أعتبرها مثل عائلتي هي وزوجها المخرج طوني فرجالة وتعاون نساويا في فيلم مورينة الذي كان أيضا من بطولة الممثلة كارمون بصيبس موسيقى وعند سؤالي عن من كان الأقرب لك من بين الممثلين في العمل قال لا شك أننا جميعا أصبحنا عائلة واحدة من دون تفريق ولكن يمكنني أن أخبرك بشيء مميز اكتشفناه موسيقى وهو أنني أنا وجهة راد وظافر العبدين والسيدة قلاشمعون أعياد ميلادنا في الفترة نفسها ونشبه بعضنا بالشخصيات موسيقى فنضحك على الأمور نفسها ونهتم بالمواضيع نفسها حتى أن شخصيتنا متقاربة وجهة راد أكثر شخص قمت بمقالب معه موسيقى قال جاد أبو علي بأنه يتمنى أن تضلل الدراما العربية في مستويات متقدمة فلا مجال للرجوع بعد الأعمال الناجحة التي نشهدها موسيقى كما شكر جاد أبو علي كل الأشخاص الذين كانوا طفاء معه وعبروا عن آجابهم بآدائه وأنهم ممتلكوا للحب الذي يتلقاه منهم موسيقى 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 اشتركوا في القناة